اشتكى مراجعو مركز صحي الكركة الشامل من تدني مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى اعبر المواطنون لمراسل رؤية عن استيائهم جراء عدم توفر العلاج المناسب والادوية في صيدلية الطوارئ وصيدلية الرئيسية فيه اضافة الى عدم توفر سيارة اسعاف لنقل المرضى اشار المراجعون الى ان المركز يفتقد الى ادنى مستويات النظافة العامة والتي تعتبر امرا ضروريا وهما لما لها من دور في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى كما اكد المراجعون عدم وجود التدفئة اللازمة في المركز والتي تعتبر امرا اساسيا في فصل الشتاء من جهتها قالت مساعدة مدير صحة الكركة للخدمات والتزويد دكتورة زينة هالسي ان جميع الادوية متوفرة في صيدلية المركز الرئيسية باستثناء صيدلية الطوارئ والتي تكون فيها كمية الادوية محدودة العيادات الضولة بن راجح بعض مرات لا يوجد فيه يعني كادر طبي كامل وهذا يعني بغذي سبع قرى لما حظت الكركة لا يوجد فيه خدمات لا يوجد فيه سيار تسعافات حتى المريض اللي معاه سكري اللي معاه جلطة اللي بقرسه عقرب نستنى رحمة الدفاع المدني بالنسبة للملاحظات اللي انطرحت من قبل المواطنين لمركز صحي الكركة الشامل اول اشي بالنسبة للتدفئة المركزية هي فيها خلال احنا بنعرف عنه في عطاء موجود بالوزارة نازل لمركز الكركة الشامل بالجريدة الرسمية هذا العطاء رح يبلش فيه ان شاء الله هذا الشهر بشهر 12 انهم تمديدات كاملة للمركز وصيانة كاملة وشاملة للمركز لان هو المركز قديم كثير يعني انشاؤه من اكثر من 60-70 سنة هو كان مستشفى قديم وبالتالي اغلب هو محتاج لصيانة كبيرة